السلام عليكم ازايكم عاملين ايه محشطونا جدا النهاردة جماعة كان عندي عزومة جات لي عزومة كده فجأة فكنت محتورة اعمل ايه نزلت على السوق فمش عارفة والله يعني كنت محتورة اعمل ايه اعمل نواشف ولا اعمل محاشي ولا اعمل ايه بالظبط خليكم معي بقى الاخر الفيديو هتعرفوا انا جبت ايه من السوق وهعمل ايه وكمان اخوكم جولة كده معي السوق وهوركوا حاجات جميلة في السوق فخليكم معي اني مشتركش في قانية يشترك عشان عايزة بقى اوصل لالف ان شاء الله يا دمعة ماما متنش عايفة تعمل ايه طفا انا قلت لها تعاين اعمل سمك تقلس لي ماشي نا انا ما عملتش سمك استنى بس الاخر الفيديوات احنا كنا رحنا عندي بتاع السمك انا بحب اتفرج عليه اوي واخدت سمك واسه ماخدتش له لازم انا كنت بصراحة بفكر اعمل سمك ففي ناس كتيرها ما بتحبش السمك انا بحبه اوي واحمد اصلا ما بيكلش السمك مش انت بتكلش السمك او مش باتله خالص اصلا مش بحبه وانت ما تدولون الازم مش باتله انا بجيبه بحبه بصراحة انا انا والجنة وبابا لكن احمد وطوتا مش بيحبه السمك بس مع انه جميل ومفيد المم رحت بقى وشفته لقيت بتاعك كنيفة ده كنت راح اشترك كنيفة فقلت بقى صوره لكو عشان تعرفون انا بحبكو قد ايه وبحبكو كمان تتفرجوا على كل حاجة حلوة انا بشوف فصورته ده بتاع كنيفة هو ده مش كنيفة بلدي الكنفة التانية اللي هي بتبقى رفيعة كده فكان بيعملها بطريقة جميلة قوي اول مرة يعني اخد دي لين هي بتتعمل ازاي بيحط كده عجين فقل الوتاعة المخرمة دي وبعد كده بيسبت ايده والوتاعة دي بتلف اهو قد بقى لما ايه لما بتشوف شوية كده وبطيب بيروحوا جاي يعملها ويمسح البتاعة دي تاني ويعمل تاني كان جمب بقى الست بتاعة القطايف فحبيت بقى اصورها لكو تعالي شوفوا القطايف هي بتتعمل جميلة ازاي والله العظيم يعني روعة الحقيقة احسن من التصور بكتير مو يا دمعة بتحب القطايف بتحبها قوي يعني انتو لو دبتولها طبقة قطايف قطايف هتتلتول الفضايح دي بس انا بحب القطايف قوي وبحب الكنافة برضو بحب حاجة رمضان كلها حاجة رمضان كلها جميل شايفين القطايف ما شاء الله الله اكبر انا بعرف اعملها في البيت ممكن اعملكوا فيديو كده اه وانا بعمل القطايف من قول العجينة بتاعتها انا اول ما يا دمعة ماما تشوف القطايف وي بتتعمل بس باول ما تشوفها بايا بتتعمل انا يعني من زمان اول ما شوفتش القطايف وي بتتعمل يعني ما خدتش بالي كده وقفت جمسيت انا بروح اشتيرها على طول بتبقى جاهزة كده وبروحوا جاي شرياء في الباكت بتاعتها بسهما بعد ما بيعملوها وبتبرد بروحوا جاينا حتى هنا في الباكت ايه فبعدين حطيت المحشة اهو ازا ما انتم شايفين اه انا اشكل شايلة مين بس يا دمعة ماما بتحب المحشة بقيت الحاجات كانت جاي وروي بس بق انا جبت اربع كرومبوت عشان يقضوا ماما يا دمعة يتعمل عزومة عشان تدى عاملت اربع محاشي اربع كرومبوت ماشا اربع محاشي جبت اربع كرومبوت زا ما انتم شايفين كده وقطعتهم على فكرة ما يكون اي حد عنده عزومة لازم قبلها بيوم يكون مجاهز كل حاجة عشان في حاجات طورق كده حاستنى احنا دهزنا بقبل يوم تدى قعدنا نحشي شوية لا احنا عشان نايز احنا عملنا الحاجات بس يعني انا جايزت الكرومبو وقورت البتنجان وقورت الكوسة وزبطت الدنيا وعملت الخلطة فجلنا قيتلي ايه تعني نحشي بالليل فانا قلتلها لا عشان حاجة تبقى طازة كده وما تبقاش محتوطة في التلاجة انا بصراحة بحب المحشي كده وبحب اي حاجة بتبقى طوزة يا دماء بحب المحشي عشان تدى وماما عميت وعشان عشاننا كلنا انت عسى اليحم بصوا بقى انا زبطت كده قلت بقى عشان ما بقاش محتاسة يوم العزومة واصلا انتوا عارفين الوقت قليل في رمضان السنة دي جاي في في البرد شوية في الشيتة فالنهار لسه مش طويل النهار قصير فقلت اجاهز نفسي وجاهز حالي قبلها بيوم عشان ما بقاش بقى محتاسة اجيهم العزومة الفة حوالين نفسي وقداري محدش جيسة عدني اعمل ايه هتاخر على الفطر ولازم يكون بقى البيت نظيف وجميل ويكون جيد فانا جاهزت قبلها بيوم وبقى نضفت المبخ وخلته زي القشطة وزي الفل ومسحت البيت كله وعملت كل حاجة او بس كان على الحشو بس كان على الحشو حطيت كل حاجة غلفتها وحطيتها في التلاجة بعد ما صفيتها طبعا صفيت الورق العينب وصفيت الكوروم ورحت جاي حطها في قلبي بس كتا تمزلت ميتها وبعد كده رحت جاي مغلفها كده مغطيها وحطيتها في التلاجة يا دماعة ماما تايت عاوزة تعمل تانيت رؤاء كي يعني بيقولك هايزين نعمل رؤاء وبعدين دقت الاكل كتير بقى ومكانش فيه وقت تاني يوم فبقلت مش عامل رؤوبة خلينا في المحشي بس فبعدين عملت جميع انواع المحاشي عشان قلت لو حد ما يحبش حاجة يكون حاجة تانية عملت وراء عينب وعملت الكورومب ده وراء العينب انا جاهزت خلاص الكورومب يا دماعة ماما يا دماعة ماما عما يتمحش انه هاي ده المام رحت جاي عامل بقى وراء العينب بعمله في حلال وحده يعني ما ينفعش وراء العينب يتعامل وراء الكورومب علشان ما يلقوتش راحة منه لازم نعمله حلة جديدة ويعد دقيقة واحدة بسطة على البتوجيز ونطلعه بسرعة اول ما لونه يتغير نطلعه والمية انا حتى فيها ملح وحتى فيها وراء لورو وحتى عصرة فيها لمونة يعني عصرة في المية لمونة عشان بتخليه حلو وقلت بقى برضو اجهزة ها عملت الطماطم وقطعتها زي ما انتم شايفين كده كنت جايبة كمية طماطم عملت كل ده قبلها بيوم والسمك بقى اتعامل يوميها السمك اللي احنا جبناها يحمق كنا يومي مش في العزومة قبل العزومة بيوم فقلت اكله انا كنت مرة واحدة اعتبر كده في رمضان مع انا بحب السمك قوي بس هو بصراحة تقيل انا تقيل على قلبي في رمضان فانا عملت مرة واحدة احنا ما يعملنا قبل العزومة وتقيل علينا هو مقسم ايه ولادي ما بحبوش الفطوير والرؤوة الحاجات دي كتير يعني ما بحبوهاش قوي عشان كده بيبقى تقيل علي فبكده انا جهزت هول المحش على فكرة دي حلة كبيرة وبين ان هو قليل بس هو كان ان شاء الله الورق كان كتير قوي يعني حشال حالتين كبار قوي وهنا بقى ورق العنم ده كان كيلو عملته وجهزت بقى الكوسة ونضفتها وجهزتها كزا ان شايفين وجهزت البتنجان الاسود والبتنجان الاوبيون وكمان جهزت الخضرة بتاعت المحشي وكان فيه فيلفل كمان بس ما كنت قلت بقى اطعو يوميها بقى تاني يوم يوم العزومة واحنا بنحشي كنت محتاسة خالص فما جبت الكوش ولا بحشي وبصراحة ايه ولادي الخاتجهم ساعدوني وبشكرهم جدا بشكر زيزي عشان هي بصراحة الدكتورة زيزي هي اللي جت ساعدتني في كل حاج شكرا يا زيزي ونهي الخلطة بتاعت المحشي دول على فكرة حوالي ثلاثة كيلو ونص رز بس ايه هما مش بينين او وعملتتين وبكده جماعة واحنا بنغرف الاكل كان البناك جوه بيغرفه يعني الاكل كله لسه متحطش لسه مغرفناش ورق العنب ولا الشربة ولا بقية الحاجات فانا قلت اختفلكوا لقطتين كده هما بيصلوا كان الرجالة بيصلي واحنا كنا محتاسين بنغرف والبناك جوه بيغرفه وانا عملت قعدتين ما كان كده للستات والاطفال وما كان كده للرجالة لان العدد كان كبير في اخر الفيديو جماعة لو عجبكم متنسوش بقى تعملونا لايك وتشتركوا في القناة بحبكوا جدا ونفسي اوصل بقى الالف فخلكوا معايا وبحمد ربنا جدا على كل اللي حصل انت عرفيني ان الكنت القديمة السرقت وانا بحمد ربنا وحاسبه الله ونعمل وكيل في اللي هتكارها وسرقها مرحبا